الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الخامس والعشرين من مارس القوات الروسية تواصل التقدم استطاع التقدم في أربعة اتجاهات إضافة إلى ذلك ضربات عنيفة من قبل القوات الروسية وأيضاً القوات الأوكرانية على مصادر الطاقة لكل الطرفين تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وطبعاً مشاركة الفيديو وأيضاً أتمنى من حضرتكم إبداء آرائكم بكل احترام كما تعودتم إضافة إلى ذلك رجاء لا تنسوا دعم القناة سنبدأ مباشرة من جبهة باكموت حيث استطاعت الوحدات الروسية التقدم في بودانيفكا بعد معارك لمدة طويلة استطاعت القوات الروسية الضغط واختراق الدفاعات الأوكرانية الموجودة في منتصف البلدة هنا كما تشاهدون واستطاعت الوحدات الروسية التقدم بعمق ثلاثمائة وعشرة أمتار وبعرض أربعمائة وثمانين متراً والسيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري طبعاً منطقة هامة جداً الوحدات الأوكرانية تراجعت إلى المناطق الخلفية أصبحت كامل هذه المنطقة كما تشاهدون رمادية أي اشتباكات تعنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ولكن لا سيطرة مطلقة لأي من الطرفين القوات الروسية تتقدم في هذا الاتجاه بعد أيام من السيطر على إيفانيفيسكي بشكل كامل على هذه البلدة الهامة التي تمهد لدخول القوات الروسية بالتجاه شازيفيار إضافة بعد تقدم هام وإضافي منذ أكثر من أسبوع في هذه المنطقة هنا وبشكل كامل طوال الأسبوع الماضي كانت قوات الروسية تتقدم وتسيطر هنا في الأيام السابقة واليوم نأتي إلى هذا التقدم في اتجاه بودانيفكا إذن الوحدات الروسية الفرقة 98 والفوج 11 واللواء 200 يواصلون العمل باتجاهات مختلفة للوصول إلى ضواحي شازيفيار عبر كل المنافذ المحتملة التي يمكن من خلالها العمل والوصول إلى الضفة الغربية من القناة المائية هذه القناة المائية بالخط الأزرق كما تشاهدون طبعا سأريكم إياه هذه الوحدات الروسية تواصل العمل لدخول شازيفيار من عدة اتجاهات فكما تشاهدون في هذه المنطقة التحسينات الأوكرانية بالخطوط الزرقاء كثيرة ويتم وضعه وتم بناءه على أسس الاستفادة من التضاريس الغابات الكثيفة وقناة المائية وحصر دخول القوات الروسية لذا قلت لكم أن الوحدات الروسية ستحتاج إلى أكثر من مدخل لتقدم باتجاه سيفيار وإلا في حال دخلت من مدخل واحد سيتم رصده وسيتم الاستهداف أي قوات روسية متقدمة وبالتالي يجري توسيع نطاق أو عدد المداخل التي ربما أو من المحتمل للكوات الروسية الدخول منها باتجاه هذه المنطقة الهمة طبعا هدف الكوات الروسية المعلن هو شازيفيار في المرحلة الأولى ولكن قبل ذلك ستحتاج للسيطرة على كامل هذه المنطقة الموجودة هنا وبالتالي تبقى أمام الكوات الروسية عدد من المناطق أوريخوفوفا سيليفكا ريرو ريفكا وكالينينا وهذه الضحية الشركية من شازيفيار إضافة إلى بعض المنطقة هنا لذلك الوحدات الروسية تقوم بعمليات ضغط كبيرة في اتجاه كليشيفكا بالأمس تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة وتستمر عمليات الضغط انطلاقا من كورديوميفكا ووصولا إلى كليشيفكا في مسعى من الكوات الروسية للسيطرة على هذه المعابر هنا كما تشاهدون هذه الإشارة عن معابر لأن يمكن الكوات الروسية استخدامها للتقدم باتجاه الضفة الأخرى وبالتالي كما كنا توسيع وزيادة عدد نقاط العبور إلى الضفة الغربية إذن ده عارق ضخمة الكوات الأوكرانية تحاول الصمود في هذه المنطقة طبعا ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين في كطاع بخ متناجهة الشمالية باتجاه سيبيرسك استطاعت الوحدات الروسية تقدم على امتداد 2.4 كم وطبعا بعمق أقصه 900 متر والسيطرة على هذه المنطقة اشتباكات على طول المنطقة الممتدة يمكن كارل على طول هذه المنطقة يوجد اشتباكات طبعا ضغط روسي كبير متواصل باتجاه باتجاه المجموعات الاوكرانية لمنع ارسال تعزيزات من هذا المحور الى محور هنا الموجود او الى محاور اخرى وفي نفس الوقت الوحدات الروسية تحاول السيطرة على روزدوريفكا وعلى فاسيوكيفكا في هذه المنطقة اذا نحن عملية روسية شاملة في العديد من المحاور والجبهات لمنع القوات الاوكرانية من ارسال قواتا من منطقة الى منطقة اخرى وذلك تزامن بالطبع مع ضغط روسيا كبير باتجاه بيلوريفكا في هذه المنطقة ايضا الوحدات الروسية استطاعت التقدم في اتجاه يامبوليفكا استطاعت السيطرة على هذه المنطقة تقدم بعمق خمسمائة متر وبعرض ميتان وتسعين مترا الوحدات الروسية تحاول ايضا زيادة وتطوير هجمات اضافية عبر هذه المنطقة باتجاه يامبوليفكا استطاعت اذا احراز هذا التقدم فيما تستمر المعارك بشراسة في اتجاه تيرني ضغط عنيف من قبل الوحدات الروسية ولكن مقاومة كبيرة من قبل القوات الاوكرانية ومنعها من التقدم واحراز مزيد من التقدم ولكن يمكن الوحدات الروسية تقوم بتقدم بطيء تنتظر ان تنهك الدفاعات الاوكرانية ولاحقا تختارك وتتقدم وتثبت نقاط سيطرة لها احبائي فيما يتعلق باتجاه افديفك هناك معارك طاحنة في هذه المنطقة ضغط روسي متواصل باتجاه السيمينيفكا تسعى الوحدات الروسية الاختراكها باقصى ما لديها من قوة فيما سعى منها للسيطرة عليها حتى تسقط برديتشي ايضا طبعا هنا المعارك ايضا عنيفة طبعا برديتشي هي يمكن قول تمهيد للوصول الى اوشاريتيني عبر هذا الطريق باللون الاصفر ولكن قبل ان تصل الاشاريتيني ستواجه ان ايضا دفاعات اوكرانية في اتجاه نوفو باخت موتيفكا في هذه المنطقة كما تشاهدون جد كثير من الدفاعات اضافة الى ذلك تستمر الاشتباكات في محيط تونينكي الوحدات الروسية كانت فجرا تحاول السيطرة على هذه المنطقة تحاول التقدم من هذه الاتجاهات ولكن حتى اللحظة لم تصدق حراز اي تقدم فيما يتعلق باتجاه بيرفومايسكي استطاعت الوحدات الروسية توسيع سيطرتها على طول الطريق العام تقدم بعمق ستمائة وستين مترا وبعرض ثلاثمائة واربعة وثمانين مترا الوحدات الروسية تحاول كما اشارنا في وقت سابق ايضا كما يحصل في بقية البلدات القيام بعمليات قدم بمعنى السيطرة على منطقة تلو الأخرى ولو كانت مساحات صغيرة الا انها مع الوقت تصبح مساحة كنية كاملة اضافة الى ذلك اعود واذكركم احبائي الموضوع لا يتعلق بالمساحة انما باهمية الموقع هناك احيانا مساحات كيلومترات فارغة لا اهمية لها وهناك احيانا موقع واحد قد يكون تلة قد يكون نهرا قد يكون جسرا قد يكون اي شيء وقد يكون لها اهمية كبرى لايقاف تقدم جيش بكامله في هذا الاتجاه اذا احبائي فيما يتعلق بالاتجاهي ايضا نوفو مخيليفكا الوحدات الاوكرانية بعد مدة طويلة اعترفت بخسارة المنطقة هنا لذلك الاشتباكات ايضا مستمرة في وسط البلدة باتجاه الاجزاء الغربية وباتجاه ما تبقى من اجزاء شمالية ولكن ضغط روسي كبير عنيف جدا في كامل البلدة في مسعى لتشتيت القوى الاوكرانية سبق وعند قدمت فيديو حول انتشار القوات الاوكرانية هنا ومدى منية التشكيلات الملزمة بحمايتها اضافة ايضا تستمر الوحدات الاوكرانية بارسال تعزيزات لمنع سقوطها طبعا نوفو مخيليفكا هامة جدا كما تشاهدون طرق الامداد باللون الاصفر طبعا هي هامة وتؤثر جدا باتجاه اوغلدار احباي فيما يتعلق باتجاه زابوروج حول الانذال الذي حصل بالامس للفرقة السابعة ننتظر مزيدا من التفاصيل ضغط روسي متواصل في هذا الاتجاه في اتجاه روبوتيني وفي اتجاه فيربوفي لننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين اما فيما يتعلق بموضوع الضربات الروسية فكانت ضربة روسية على ساحة التدريب هنا في هذه المنطقة تم استهداف هذه الاهداف الثلاثة بالمربعات الحمراء في السابق ايضا تعرضت هذه المنطقة لضربات تم استهداف عدد من الاليات كانت تستخدمها تم ارسالها الى اوكرانيا من قبل الناتو اضافتها لذلك استهدفت القوات الاوكرانية في منطقة رستوف في روسيا استهدفت محطة الكهرباء وبالتالي ادى الامر الى انفجارات تم استدافع بعديد من الطائرات بدون طيار بعض اسقطته الكوات الروسية البعض الاخر نجح بضرب المنطقة بدرب محطة الكهرباء وانقطعت الكهرباء طبعا تعمل وحدات الروسية على اطفاع النيران اذا احبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح ايضا امر اضافي اخر الكهرباء باقطوع في اوديسا نتيجة ضربات الروسية وننتظر مزيدا من التفاصيل حتى ذاك الحين تابعوا القناة فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وطبعا لا تنسوا مشاركة الفيديو شكرا لكم احبائي على كامل وقتكم لمتابعة الفيديو على اتقاطكم وعلى محبتكم والى اللقاء بفيديو اخر اشتركوا في القناة